يكن في حاجتين النهاردة دور رمضان صبحي في المباراة واستبعاد مؤمن زكريا من المباراة ده لازم أقف عندهم معك بص رمضان بصراحة يعني لعب بتا حوالي ربع ساعة عشر ده كويس من ضمنهم الكرة اللي هو عمالها لعلي معلوم وبعد كده البدني بتاعه واضح إنه هو بعيد بقال له فترة ما بيلعبش كل الكلام ده عشان كده الشيط التاني كله كان لازم هو اللي يغير يعني كان لازم هو اللي يخرج ما كانش تغيير ناصر ماد اللي كان يخرج كان لازم هو اللي يخرج وينزل وليد ياخد ديه وياخد الناحية التاني أحمد دي حاجة التاني حاجة بالنسبة للمؤمن زكريا هم بيعقبوه أنا بكلمك بقى من كواليس ومن حقاية هم بيعقبوه عشان إنه هو مضى لصدعب حفيز ما مضاش لمحمد ين مين اللي بيعقبوه؟ النهالي لسه مسجل عقد مؤمن زكريا لمدة أربع مواسم جايين يعقبوه زي هو مسجل يعني النهاردة انت ماضي معاه وعارف إنك محتاجوا لمدة خمس مواسم جايين والله أربع مواسم جايين ممضيش؟ لأ لأ عقبوه ليه؟ أنا محتاجه فعلم لاحتراف الجماعة مهو برضو بص يا عكابت المجد للأسف الشديد للأسف الشديد كابت المجد أنا بقولك من كواليسها كابت المجد كابت المجد ما تقولش كلام اللي بتدير الكرة في بعض الأندية ما بتقفهها مش حاجة في الاحتراف لاحتراف ما فيش حاجة يسمحها عقبك إعادك لا باعاكبو مفعش خدا في حاجة يسمحها عقبك اخصب منك طيب أقول لك على حاجة تانية استدعاده ده إيه? كابت المجد أقول لك على حاجة تانية ها النجون ما كانش يعرف انه فيه لعيب اسمه مؤمن زكريا رؤية فنية المدرب ده احنا الكلام اللي بيقوله كابتن رادا ده خطير جدا احنا حسب المدرب على رؤيته الفنية ما يعرفش ان في حد اسمه من زكريا في الفريق غير لما قاعد معه اتكلم معاه بص بص كلام يا جماعة انتوا بتتكلموا عن نادي الاهلي الكلام ده هو تصعب الكلام ده صعب يحصل في النادي الاهلي انما ييجي مدرب ما يعرفش عنده اللعيبة مين لا احنا كانوا المدرب كان هديكوتي بيعرف كان زمان ده مدرب لازم اللي بيشتغلوا معاه بامانة واكيد هو شاف فيديوهات فيها ده مليون المية لا لا زكريا ما شافش ازاي امه لأمه لأمه انا بكلمك كلام انا بقولك كلام من لب المعلومة ممكن يقول معلومة اللي عندك مش وصلة سليمة لا وصلة واصلة وانا بقولك الكلام ده وعن ثقة وعن جدارة وعن استحقاق اه والله يا كابت انت بقى بص انت لازم على فكرة ايه المعلومة اقولها المعلومة ان هو ازاي يمضي مع سيد عبد حفيظه ما مضيش معاه ما مضيش مع مين مع محمد يوسف عشان كده متجاهله اه والله متجاهله طيب اقولك على حد هتروح بعيد ليه المطش اللي قابل اللي فيه قابل مطش الداخلية كان بيلعبوا مين وهو جاب الجون الفوز هو 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 محمد يوسف اللي بيلعبه ماشي مالعبه وجاب جون المطش بتاع الداخلية ملعبش وعد على الدكتور المترجم الى القناة